ده السفير السوري في لبنان علي عبد الكريم علي الحكومة اللبنانية لاتخاذ إجراءات حازمة ضد تهريب الأسلحة على الحدود بين البلدين مؤكداً أن هذه العمليات مكملة للإرهاب لكن الغريب أن الوزير الكريم الضيف السوري في الربوع اللبنانية لم يطالب مثلاً بالتحقيق في قضية استشهاد ثلاثة لبنانيين على يد جيش نظام الأسد في منطقة وادي خالد اللبنانية الحدودية ولعل الأغرب من كل ذلك كان صمت الحكومة اللبنانية وعدم قيامها بأبسط واجباتها وهي استدعاء السفير الكريم ومساءلته حول الموضوع موضوع آخر لا يقل أهمية هو الدعاء وزير الدفاع فيزغسن بوجود عناصر للقاعدة في بلدة عرسال البقاعية ما أثار زوبعة احتجاجات من أهالي المنطقة وهنا أيضاً وقعت الحكومة في محظور التناقضات إذ ما ملكه وزير الدفاع من معلومات يبدو غير متوافر لوزير الداخلية المعنى مباشرة بمسألة الأمن في البلاد كل هذه الملفات وغيرها من القضايا الأمنية الحارة وقعت على طاولة اجتماع مجلس الدفاع الأعلى في قصر بعبدة ساعات وتفصل عن انقضاء سنة مجبولة بالأحداث الأمنية الكبيرة ليس بالضرورة الإختيالات إنما أحداث دلت بوضوح سافر عن عجل الدولة عن الإمساك بحدود البلاد والإمساك بالسلاح في يدها وحدها بعدما قضى مفهوم الجمهورية داخل الجمهورية على هيبة الدولة ووجودها القوي على الأرض مجلس الدفاع إذن وقبل دهمة زمن 2011 الآفلي إلى الغروب بحث الوضع الأمني في البلاد واتطلع رئيس البلاد من قادة الأجهزة الأمنية والعسكرية على المهمات التي تنفذها والإجراءات التي تقوم بها وتوقف المجلس توقف عند الحوادث الأخيرة في المناطق الحدودية توقف حيث كان يجب أن يطلق حملة أمنية شعواء ترهب من يجب أن ترهب على الإرهاب الإيجابي هنا يعيد السلطة والأمن إلى البلاد وبحث المجلس في الوضع الأمني في البلاد بوجه عام واتطلع من قادة الأجهزة الأمنية والعسكرية على المهمات التي تنفذها والإجراءات التي تقوم بها وأبدى ارتياحه واطمئنانه للوضع الأمن المستتب وتوقف عندما حصل مؤخرا من أحداث في المناطق الحدودية أدت إلى مقتل مواطنين لبنانيين حيث أكد فخامة الرئيس على ما أشار إليه بالأمس باستنكار ما حدث وشدد على استمرار الجهات الأمنية والقضائية والديبلوماسية بإجراء التحقيقات والخطوات اللازمة المجلس طبعا شدد على منع تهريب السلاح من وإلى لبنان وضبط الوضع الأمني في القرى الحدودية كما اطلع على الوضع الأمني في الجنوب وأكد الاستمرار في التعاون مع قوات اليونيفل وتشديد الإجراءات الأمنية لحماية تنقلاتهم وبعد التداول قام المجلس بتوزيع المهام على الوزارات والأجهزة الأمنية المعنية وأعطى التوجيهات للاستمرار بالتنسيق بين الأجهزة الكافة وأبقى المجلس على مقراراته سرية وفقا لنص القانون وهكذا أقفل المحضر الأخير لهذه السنة ولم تقفل معه الأحداث الأمنية الناشطة في طول البلاد وعرضها